اشتركوا في القناة اه طبعا الناس كلها سيد احمد دراماللي طبعا وكل فاريلي اعداد حاجة محترمة جدا حبيبي ارحمال انت عبرك ايه كله تمام كله كويس الحمد لله الدنيا هادية ولا مش هادية نروحني كده اقول لي خبر حلو اتحد الكورة النهاردة لا اقول لي ان الدنيا هادية تحد الكورة الانتخابات كات هادية جدا الانتخابات كات هادية جدا احلى الانتخابات تريد ما حضرتها في حياتي ساعتين ونخلص ببساطة. قبل ما تبتدي خلصة. طبعاً قد أتسأل على.. وقعد أتدور بصراحة ما كدبش عليك على الناس اللي ما صوتوش لقيمة الأستاذ جمال علام. ما أنا عارفهم. عارفهم؟ أقولك مين. بس خلينا أول أن نقول ليه؟ الانتخابات سهلة. الانتخابات سهلة لسبب بسيط جداً وهو أن نظام الانتخاب زمان كنت مثلاً بتختار رئيس. ونائب رئيس. وعضاء. وعضاء تحت السن. مثلاً يعني. فممكن الناس تلاقي بقى يعني فرز على كل مقعد وفرز على كل مكان. فبالتالي موضوعكم بياخد وقت. المرة دي انت بتختار قيمة. بزرطة. هي قيمة وقيمة. فبالتالي هو الفرز السهل جد. قيمة جمال علام. قيمة قيمة تانية. فبالتالي الفرز سهل. فبالتالي العملية كلها. أنا بقولك الانتخابات خس ساعة اثنين. أشرح برض أوضح للناس. فبالتالي هي الانتخابات قيمة هذه المرة بنظام القائمة المغلقة. يعني لازم يبقى كل واحد بقائمته. القائمة تخش. يعني منفعش انت عضو بشكل انفرادي. تنزل الانتخابات دي ما ينفعش. لازم تكون موجود في قائمة وقائمتين فقط هما اللي نزلوا ترشحات أو انتخابات اتحاد الكرة. وبالتالي زي ما محمد قال. انه الانتخابات كانت سهلة جداً صوت هنا وصوت هنا. صحيح انتخابات كانت سهلة. وفي نفس الوقت. عالمية هنا وصوت هنا. الجماعة العمومية النهاردة يعني كان منظر برضو محترم ومنظر حضاري. قيمة هي امام حضارتهم. يعني حضور طبعاً لكل الاعضاء. ممكن غياب بس الممثل الزمالك النهاردة ما حضارش. وده طبعاً بسبب ان هما لسه يعني لجنة او يعني لسه مش مالوش صفة رسمية المجلس الادارة. فبالتالي كان ممكن ده يعني يتسبب في الغاء الانتخابات او الطلب بعد كده. فبالتالي فعلاً ممثل زمالك ما حضارش. النهاردة حضرت طبعاً ممثل الاهلي كانت الحسام غالي. حضر ممثلين المواظم الاندية النهاردة كان المتواجدين. طبعاً اعتقد النتيجة كانت باكتساح. يعني القائمة بصراحة كلها محترمة. أستاذ جمال علام طبعاً. أستاذ خارد درندلي يعني قامات كبيرة جداً. كنت نحاب بركات كنت نحازم امام. أستاذ دينا يعني اللي هو مشهور. لا بصراحة حاجة محترمة طبعاً. أستاذ محمد ابو الوفا. يعني بصراحة الناس كلها ناس محترمة جداً. هيبقى أستاذ جمال علام رئيس الباسة منتخاب معطول. وطلع التأشير على فكرة بتاعة الصفر. وكل حاجة خلصت خلاصة هو موجود مع الباسة. واللي هو مشهور كمان موجود مع الباسة في الكاميرون. والصفر هيكون يوم السبت إن شاء الله بإذن الله. أستاذ محمد ابو الوفا من شوية كان معايا في مداخلة. سألته على كسب مصر الموسم الماضي. هيستكمل إمتى؟ كان في تصراحات لي الكابتن عامل حسين اللي فاز النهاردة في قائمة جمال علام. وعال إنه لسه مخدناش كرار في هذا الأمر. ولسه ممكن تتلعب البطولة. محمد ابو الوفا منذ لحظات حسم الأمر. قال لك البطولة لن تلعب ولن تستكمل. هل هي لن تستكمل خلاص بشكل نائي؟ وطبعاً ده تصريح رسمي يعتبر من أدوى مجلس دولة التحاد الجديد. معلوماتك أنت هتستكمل. بس أصح حاجة هو مش هتصريح رسم. يصبب بسيط. المجلس لن ينعقد قبل اعتماده من اللجنة المنبي. فبالتالي مفيش مجلس إدارة كتمع. فبالتالي مفيش كرار رسمي. هو ممكن يتكلم برؤيته. بس هي رؤيته صح؟ يعني رؤيته مضبوطة. إنت النهاردة جاي إنت لو النهاردة هو ما قالش معك أنت صريح ده. وما تكلمش معك فيه. وجاي إنت بتسألني كاسم مصر هتلاحب أو لا أو لا مش هتلاحب. يعني كمعلومة أو لا. كمعلومة وكلوجيك. كمعلومة وكلوجيك. صعب جدا. مفيش وقت. والنهاردة إنت معلش أنت باب أولا كنت كملت بقى لعبتك كاسم مصر من غير دولي. وبدلت كاسر ربطة. فبالتالي إنت لأ إنت خلاص كده كده. معنى كاسر ربطة ومعنى اللي بيحصل ده. إنت خلاص البطولة هيبقى صعبة جدا. إلا بقى لو الحاجة عامل حسين يعني عمل حاجة كده هلامية كده وعمل حاجة. بس ما أعتقدش أساسا إن ده والد. إحنا خلاص دخلنا في الموسم الجديد. والحوق خلصت وابتدت حول الموسم الجديد. إيه اللي يمنى إن إحنا نقول. يا جماعة خلاص البطولة اللي فاتت دي. ألغيت بشكل وضع. مين هيقول. أنت النهاردة كان لجنة بتدير الاتحاد الكورة. النهاردة مدتها خلصت. ممكنتش عايزة تصدر أي مشكلة من ليها. مش عايزة تصدر لنفسها مشكلة تمام. حتى ربطة الاندية. ربطة الاندية لسا جاية لسا دوبك بتفتح الملفات. لسا بتفتح الدولاب بتشوف عندها إيه. فالنهاردة في كاس مصر لا. فيه مش عارفة. مينفعش. لسا الناس بي إيه. وكمان هم عندهم حاجات أكبر من كده بكتير. يعني بصراحة ربطة الاندية عامل شغلة هاي. ربطة الاندية ملاحش عارك بكاس مصر. لا أنا فاهم أنا بتكلم. أنا بتكلم على الاندية الكورة. فالنهاردة اتحاد الكورة اللي فات. ما كنتش عايز يعمل نفسه مشكلة. هو كان كل هامه بس. اتحاد الكورة اللي فات. ايه؟ افتح المشروع الهدف. وحط ليفطة باسمي. وخلاص. وعمل اللي هم عايزينه. فتمام هو ده كان هدفه. فبالتالي ما كانش بقى التفكير في كل الكلام ده. ده بقى كل ده يتحط مع مين؟ مع اتحاد الكورة الجديدة. اتحاد الكورة الجديدة علي مسؤوليات كتير. ولكن برضو انت أول ما نكحه رئيس الاتحاد مسافر كمان كم يوم عنده بطولة. فبالتالي برضو هتلاقي الموضوع مسهل. في ان انت تاخد كارات مثلا زي بطول الكاس مصر. مسهل هتلاقي الموضوع ايه برضو حاجات هتتساوي في الفترة الجاية. بس انا بقولك تصريح منطقي جدا باستيز محمد ابي وفا ان البطولة مش هتلاقي الطبقة. مش هتلاقي. لا طبعا. انا بقولك لو انت خد سألتني قبل ما هو يتكلم معاك. فتولك مش هتلا. الامور هدية بالنسبة المنتخب مصر قبل ما نسافر. ولسه الدنيا فيها مشاكل وفيها تصريحات وفيها انتقادات وفيها هجوم وفيها زعل. فيها حاجة كتير اوي. بص قولي ده موجود. بس انت هتغير حاجة؟ يعني انت النهاردة القايمة اخترناها ولا ما اخترناها اخترناها. هل ممكن تغير حاجة؟ هل ممكن تضيف حاجة؟ خلاص موضوع خالص. سبق السايف العزيز ما بيقوله ما ورناش غير التدعيم المنتخب. ما ورناش غير ان احنا اللعيبة اللي تم اختيارها دي نصك فيها. نصك في كيروش نصك في اختياراته. ما عندناش بقى ايه رفاهية ان احنا نقول لا خد فلان ومتخدش فلان. موضوع ده عدة. خلاص. وهو المدير الفني اللي هيتحاسب. وعايز اقول برضو حاجة تانية مهمة. الناس كتير تقولك لو ما خدش بطولة يمشي. زي ما بيتقال. تبقى كاس العلم اللي بعدها بشهر. انت هجيب مدير الفني ايه ان كان هو ميل. لو جبت يعني اقولك ايه جبت مثلا جورديولا مثلا. هيعمل ايه بشهر. انت النهار ده هو اللي مش عارف حاجة ولا عارف اللعيبة ولا عارف امكانياته. فانت خلاص انت رتضيت ان الكيروش ده هو اللي هيدير. اللي هيكون على رأس القيادة الفني المنتخبنة. في كاس امه افريقية ومبعدها في كاس العلم. ممكن اسألك سؤال. ماانيش انا احيان للاسلات دي بتبقى مزعجة للناس. بس خلاص نبقى واقعين دي كرة قدم يعني. لو لا قدر الله ان شاء الله يا رب ده بيحصل وصعب انه يحصل. خرجنا من الدول الاولة. هيكمل كروجب. انا شايف انه يكمل. 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 مساعدتها بقى هتبقى هيكمل للأسف. يعني في عارف انت هيتكمل. لا في كارثة طبعا نحن نخرج من دول الاول. طبعا هيكمل للأسف. لانت فاهم. سعيتها زي ما بيقولوا ايه لا اسمع بقى. انت ما اخدتش فليا لا تعال بقى اسمع. انت مش عارف ايه لا وهتلاقي ضغط جديد. لا بس هيب حقه. طبعا. يعني انا شخصيا انا شخصيا اكتر داعم للراجل. من اكتر الناس اللي دعمة للراجل. بس يوم ما يخرج لقدر الله من الدول الاول. لا تعال بقى. لا طبعا. وانا اقولك الهاجة. عشان دي اختياراتك. بص هو مش منطقي الكلام. طبعا. هو مش منطقي الخروج من دول الاول. لان احنا خلي بالك يعني ايه. معن اكتر منتخب واخد البطولة دي احنا. اكتر منتخب واخد البطولة دي احنا. يعني. منتخب عندنا دولتي نملوك لعيبة. هو على على رهضيته هو أو. وفقا عن وجه نظره هو. يقولك ان احنا نملوك لعيبة من افضل لعيبة في العالم. هو اللي بيقول. صح. تمام. فانت النهاردة كل ده وفالاخر واختيارة. انت وصلت الرفاهية ان انت ساب افشة. وصلت الرفاهية ان انت ساب ترق حامض. صح. يعني انت معنى كده ايه? ان اللي معك هافضل منهم. مصدية. وفق wedge طنازرك الا هندعمها الى هندعمها يعني انا النهارده لو limp немного افشه معناه ان انا عندي صناع العاب من افشه صح او عندي 2 صناع عالاب افضل من افشه معناة انا اس exile طرق حامد معناه ان عندي 3 ديفندورات الحسن من طرق حامد صح واذا فيها كلام اناuda لما اح مثلا عندي 2-3 مدفعين منه افضل منه انا النهارده+, شوفه حجم اللعه lol consiste عندما احساس إذا يا حراس بحجم جنش بحجم علاء يبقى عندي ثلاثة أربعة حراس لو سابق أحمد ياسر ريان و أحمد ياسر ريان و أحمد كوك على رأيك و أحمد ياسر ريان و هيسيب إبراهيم عادل و هيسيب مران حمدي هيسيب اللعيبة اللي هو و هيسيب محمد حمدي يعني أنت هتسيب اللعيبة دي كمان اللي هو كانوا اختياراتك ما معنى إيه؟ إن أنت اللعيبة اللي أنت واخدهم المفهود أفضل منهم صح فبالتالي لو أنت بقى مش مقتنع بكده طبعا أنت عملت كده ليه؟ يعني أنت عملت كده ليه؟ فأعتقد لا أنت النهاردة معاك اللعيبة اللي أنت اخترتها محدش تدخل معاك محدش فرض عليك حد محدش يقال لك لازم تاخد فلان ما حصلتش يتعرف برضه وبصراحة يعني يستحق فيها الإشادة يعني إنه ما فيش مرة حتى لمح إنه ما عندوش مثلا لعيبة كبيرة أو كوالتي اللعيبة قليلة يعني فيك أمو داربين بيعملوا كده إنه يقول لك لأ دي اللعيبة اللي موجودة في الدقاء هي دي اللعيبة اللي في الكرة دائما تصريحاته حتى إجابي؟ قال لك ده معي أفضل لعيبة في العالم كل سينا أعيز عن مني حتى لو بمبابي طبعا التحفيز وإنه يحمس اللعي بص يا كريم يقول لك على حقي أنا الكلام ما فيش أفضل أسهل منه فلي بيتكلم بشكل إيجابي أو اللي بيتكلم بشكل سلبي مع الفكر ما هو ممكن يكون تصريحه تصريح تنوين مغناطيسي زي موسيماني كده هو موسيماني يقول لك هيا النهارة بيد على لعب صندوانز وكذبونا خمسة قبل كده هو يروح يروح يدريبهم أربعة مثلا أو يجي يقول لك إيه إذا ده إحنا نروح للعب باير مينيخ وده إحنا نفوض نتغلب تماني فيتغلب بواحد أو اثنين بس ويبقى بشكل كويس يعني إما هوا دي سياسة التصريحات دي سياسة ممكن مدير فني يبقى عايز يدي اللعيبة طاقة إيجابية وباور قوي قوي لا أنت جامد وبتاعه هو شايفيني ده السيستم أو النظام اللي ينفع مع اللعيبة بتاعته مدير التاني يقول لك لا أحاول أقال دائما من فرقتي وأحسس فرقتي أن هم إيه مش أفضل من فرقة التانية عشان اللعيبة زي ما بيقولوا تقدم أفضل حاجة وفي نفس الوقت الفرقة التانية تهمت كل مدير فني وليه سياسة أي أن كان بقى سياسة كيروش إيه ما يهمنيش يعني أنت بتقول التواصل حضي لأي سبب أنت مقتنع فعلا أنت معك أفضل لعيبة أو أنت بتقولها عشان تدي ثقة للاعيبة أي أن كان أنا اللي يهمني الملعب هتعمل إيه نتاجك إيه أنت النهاردة كيروش ده على فكرة كنت تكسب كسر عرب كنت هتشوف دلوقتي ليه دعم كبير جدا يعني كيروش مش مكروه بالفطرة زي حسن بدري مثلا كنت حسن بدري لا هو الراجل زي ما بيقوله نتاجه النتيجة مش كويسة هيبتدى الهجوم عليه وإحنا على فكرة دي عادتنا كمصريين زي ما بيحصل في الأهلي زي ما بيحصل في الزماني شوف في الأهلي موسيماني كل مرة بس تشهد لك بالموضوع ده موسيماني دلوقتي يكسب بطولة يتشارفه الأعناق وموسيماني يحصل مدرب وبتاع بعدها يتعادل مطش في الدور مطش فيوتر يعني خد النهارده السوبة الأفريقية كان أفضل مدرب والسياسة والنظام وأفضل مدرب في الدنيا بعدها اتعادل مع فيوتر لأ المسلمان يمشي وجابه فريرة مصر ده موسيماني يمشي وجابه فريرة مصر كمان أنا بتكلم طبعا على الإشعاعات ده ما حصلش طبعا إنه خلاص موسيماني يمشي وجيه كمان بديله صح فبالتالي لا إحنا في القصص دي لا ما عندنا شام مرحمين فالنهارده كيروش نتائجه هي اللي هتعينه ومش أي حاجة تانية طول ما انت تكسب وطول ما انت ماشي كويس هتلاقي دعم طول ما انت نتائجك مش أفضل حاجة وعلى فكرة ده حل المدربين في العالم كله عمر السلاح يرحم مطش نيجيريا هو كلامه هو إنه هو يعني صعب مطش نيجيريا ممكن من المباراة التانية ولكن استحابه كان ضروري هو أخلي بالك من أكتر اللعيبة اللي كيروش مقتنع بيها في مصر كلها عمر السلاح في منتخب مصر عمر السلاح وعايز أقولك لو أي لعيب تاني اللي كان مصاب إلى الإصابة دي أي لعيب تاني غير عمر السلاح يأقولك معلوم على مسؤولاتي أي لعيب كانت تاني كان أصيب الإصابة دي وهو عايز يحسن مصيره من السفر أو لا ما كانش لسفر يعني الوحيد اللي كان ممكن طبعا اللي قدر الله هو صلاح مثلا كمان أو الشناوي اللي قدر الله بس تخيل انت ان ممكن المنتخب ده كله اللي كان يبقى عنده الاصابة دي ويسافر تلا تعب دول بس والباقي كله مش مشهور والباقي كله لو اي حد يتعود وبنه يتنظره يتعود اي حد غير صلاح اي حد غير الشناوي اي حد غير عمر السلاي يتعود تريس جيه يلعب او المتش اه ممكن يلعب مكان عمر السلاي يلعب تمانية انا قلت لك حتى المعلومة دي المرة اللي فاتب اه لا انا بقولك ان هو هو على فكرة قالها في المؤتمر قالها كان ممكن يستفيد من تريس جيه كان لها في خط الوسط او طرف ولكن هو في ظل غياب بتعامل السلاي مش هيعتمد على حد في خط الوسط تاني يعني هيعتمد على تريس جيه هيعتمد طبعا من سرعيته وقوته في خط الوسط هنا في الوقت يبقى برضو على مرموش اللي هو برضو يقتنع به بشكل كبير وطبعا اكيد صلاح وعبدالله السعيد ومصطفان حمد وتريس جيه معايا انني وحمدي فتح انني وحمدي فتح انني وحمدي فتح طيب هل تريس جيه مباراة زي دي قدر يلعبها؟ نتكلم عن المنتخب النجيلي او المباراة الالتحامات وقوة بدنية مش طبيعية ورجل لسه لعب 10 دقيقة في مباراة رسمية مع أسطن فيلا يعني انا بشوف ان كواليتي تريس جيه لا يقل عن كواليتي صلاح يعني لعيب كواليتي علي جدا ممكن هو حظه بس ما كانش كويس قوي في مسيرته ولكن هو لو كان يعني لا انا بقولك كده خوفا عليه مش قلق مش تقليل في قدراته هاديك السؤال بشكل تاني النهاردة لو كان بدل تريس جيه صلاح هتقول كده؟ لا بس انا بقى برد عليك بطريقة مختلفة برد عليك بقولك ان تريس جيه انا من وجهة نظري انا بكلمك من وجهة نظري ان هو كواليتي لا يقل على صلاح فبالتالي لما يكون جاي من النار زي ما بيقوله وتوديه وتوديه المباراة ويلعب في الليفل الكبير ده في القوة الكبيرة ديت في المعترق القوي ده لا هيقدي وهيقدي بشكل كويس وهيبعايز يثبت نفسه وانا بقولك هو كواليتي بتاعه يساعده لعيب قوي لعيب سريع لعيب طبعا اكيد مروغ جاي جدا لعيب تكتيكي من اعلى اطراز لعيب بيتمارب كفاية التمريب في دور الانجليزي صح كفاية ان هو لعيب بيتمارب في دور الانجليزي هو النين معليش يقولك النين ما بيلعبش في في قرص الشو بتألك كده كتير الليه النيني بيجي هنا بيبقى أفضل لعيب في مصر اه او بيبقى من أفضل اللعيبة في المتخب ليه؟ô بيتمارب في انجلترا يعني لوو هو أم الكورة tudo'ها في العالم هيانجلترا كفاية ان هو بيتمارب مع اللعب دي كفاية لوو بيجي الأميرة unm благодарية ان اولئك كنتر التايج ليبربول لعم شهازة بلك성이 البلغ تقسيمه في التدريب في انجلترا اكيد اقوى من اي دوري في العالم على فكرة هو مش قصة مش مصر ولا في افريقيا لا اي دوري في العالم حتى الدولات الاوروبية حتى الدولات الاوروبية الكبرى يعني مع احترامي يعني تقسيمه اللي هو الدوري الدرجة الثانية في انجلترا اقوى من الدوري الالماني مثلا من كام يوم كان بيفرج معي على مباراة ليبربول وشيلسي صدقنا عمر عبدالله بعد الشوت الاول بيقول لي ياخد دولة انجليز دا كرهنا في الكورة لا صحيح؟ مش ارتفراج على كوره تاني مش مش ليس في مصر الاعرف على دور اسباني ولا دور ايطالية ودور böyle الرماني هو الدول الانجليز فعلا هو مش يعني مشكلته حلوة انه في حتى تانية خالص لا او مشكلته الحلوة ان انت لما تتفرج عليها متعبش تتفرج علي غيره صح كده انه ما اي حاجة تتفرج عليها بعد ما تتفرج على دولي انجليزي ممكن انت اشبهها ان هيا مش كورة يعني ممكن تكلمة دي لعبة تانية فيها تنافش عادة يعني بما فيهم يحب الدورة المصري بتاعنا جدا. طبعا. مختبطين بيه. لا ومدل اي لعبة فيها تنافس حد يكسب حد يخسر انت كيف كذا بتتبعها. بس الكورة الانجليزية او الدورة الانجليزي لهم متعة خاصة. صحيح. لا ممكن نسمي الدورة الانجليزية كرة القدم. ونسمي مثلا بتلاقي في العالم كله كله صد ردة. يعني فممكن تسمي لعبة تانية غير كده. نسمي اللعبة. اه نسمي لعبة تانية بس الدورة الانجليزي طبعا. يعني انت النهاردة يعني انا بشوف ان انت النهاردة لو انت النهاردة دورية العالم دي كلها. هتشوف الدورة المصري بتاعنا. و لو هتختار دوري تانية هتختار دورة الانجليزي. يعني لو مثلا فيهم ووراء كذا هتبقى متارجة ان انا نشوف ماتش ليفربول وتشيلسي. او هتبقى متارجة اشوف ارسنال وتوتنهام مثلا يعني. بس انت ممكن النهاردة تي يكون باير ميونيخ وبروسيا دورتنود. ممكن متشوفوش. مع انه هو بين فامتين او بين اعلى فريقين. حتى برشلونا وريال مدينة دلوات. ممكن متتفرجش عبر شلونا دلوات. فبقاش فيه ميسي وكريسيان وبرديولا. صح والفريتين بالكامل. لسه كمينة هذا الحوار الممتع مع صديقي العزيز الناقضة. رياضي محمد علاء بعد هذا الفاصل نواصل ان شاء الله. محمد علاء وكلام عن منتخبنا الوطني. طيب. احنا سفرنا وهنلعب كاس الأوم الأفريقية. محمد شريف هيلعب فين في تشكيل منتخب مصر لما ييلعب. طرف. 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 تعالي بقى. او بديل لمصافة محمد. يعني يعني اعرف بقى ايه المرونة التكتكية بقى. النهاردة مصافة محمد خرج. ومصافة محمد شو يخرج. يعني اللي هو الطبيعي. ان مصافة محمد علاء مبرة كاملة. في خطة كيروش. مصافة محمد علاء مبرة كاملة. لنهو بالنسباله هو بيشوف ان مصافة محمد ده. دي برضو معلومة. شوف مصافة محمد ده في حتة كمهاجم في مصر. واي مهاجم بعديه بعيدة عنه 40-50%. فبالتالي مصافة محمد موجود أساسي. إلا طبعا بقى لو اجهد. إلا لو قدر الله إصابة أو كده. فممكن شريف ساعتها يدخل مكان. ولكن محمد شريف الطبيعي. جناح بديل. تبقى أنا أقولك حاجة بقى. لو لا قدر. بلاش لا قدر الله يعني. طبعا كل حاجة ربنا قدرها. بس أصل انه خرج لا أسباب فنية. مش إصابة ولا حاجة. خرج لا أسباب فنية مصطفى محمد. انه هبط مستوى بدنين. قال له ولا حاجة. حسن معلوماتي. ان محمد شريف هينزل جناح. ومحمد صلاح هو اللي يبقى سترايكر. دي حقيقة. وأنا أرتلك المعلومة دي على فكرة. وإحنا بنختار قايمة لو تفتكر. أرتلك ان صلاح من ضمن حسابات كيروش بشكل كبير. انه يلعب رأس حربة. لما اقترنا ما جينا قلنا. ممكن يقلل عدد المهاجمين. فقلنا طب ليه. قلنا عشان ممكن هو يدخل محمد صلاح. كمهاجم. وان محمد شريف يكون طرف. جناح. هو شايف ان محمد شريف إمكانياته وقدراته. وزي ما بيقوله بيجي من وراء. وهو برضو هداف ويدخل منطقة. وبيقدر يلعب الوانتو كويس مع صنق العاب. فبالتالي هو شايف ان دي قدرات جناح. مش قدرات مهاجم صريح. في خطته. ممكن تبقى مهاجم صريح في خطة موسيماني. لذا برضو يعني خلي الناس برضو تبقى فهمة. ان احنا النهاردة كل مدير فني كل الشيخ خليه طريقة. انا المسلماني مثلا باعتمد على السرعة. باعتمد ألعب من وراء الناس. فبالتالي بقى بعايز مهاجم بصفات معانا. غير لما كون انا مدرب بحب امسك الكورة. بحب امتلك الكورة. فبالتالي بحب اعتمد على راس حربة. يبقى زي المحطة زي ما رأوا محصن زمان كده. هو بالنسبة لي المحطة. هو بالنسبة لي الهدر. بلعب قراطة عرضية كتير. فبالتالي هو المهاجم بالنسبة لي. اللي هو زي ما بيقوله النموذجي هو مصطفى محمد. محمد شريف بعيد جدا جدا. ولكن ممكن يستغله في قواية محمد. بس برضو فعلا محمد صلاح. مرشح بقوة ان هو في حالة غياب مصطفى محمد. لأي سبب. ان يكون هو المهاجم الصريح. ويتحول محمد شريف لطرف. كهربا. لا كهربا خلاص احنا. كهربا. خلاص حسن امره. هيخرج عارة. مظبوط. مظبوط. هيخرج عارة فين. وكام. والكواليس اللحظات الأخيرة في الموضوع ده كيتعمل. طيب. من الاول خالص. من الاول خالص. الموقف ايه؟ الموقف ان الاهلي. الاهلي كأدارة. مش حاب تخرج كهربا. موسيماني. مش عايز كهربا. مش عايز كهربا. لا مش عايز كهربا. انت خرجوا ما ما تخرجونش. انا مش هلعبوا. انت حر بقى. يعني هو مش يخش الاسكور. انت بقى عايز تقعده ويطلع براية سكور براحتك. هو كمدير فاني مش منحقه على فكرة يقول. اللي يبدأ يطلع عارة او يباعة او كده. لا مش عايز. انت بتسعر المدرب. انت محتاجه ولا مش محتاجه. هو ألا مش محتاجه. نهائي مش هلعب معك. مش هلعب معي. تبيعه بقى. تقعده ده براحتك انت كأدار. صحيح. كهربا موقفه ايه؟ كهربا كان ملتزم جدا. وكان حابب انه هو يكمل في الاهلي. وكان حابب انه ياخد الفرصة. وقهب يتمرن ويقول انه جيدة كما يقوله. املا انه هو ياخد ثقة مسيماني وماخدهاش. فاكتر من مناسبة التبديلات بتاعت مسيماني اثبتت له. انه هو مستحيل يشارك معاه. فبالتاني ابتدى تفكير. اتغير. بالكلام بقى مع وكيله. بالكلام مع ناس بتحبه. لا يا كهربا كده انت هتروح مع الراحه يعني. لازم تخرج وتلعب. تمام. طيب العروض اللي جاله ايه. فيه اندية كتير في السعودية. وانا برضي قلتك مرامة قبل كده. فيه اندية في السعودية كانت عايزة. ولكن الانم موضوع الغرامة بتاعته. او العقوبة بتاعات الاتحاد الدولي. اللي ممكن تتفرد عليه. فبالتالي فيه اندية كانت قدمت خطوات للتعاقب مع كهربا. وترجعت بعد كده. من النادي اللي هو كان داخل جامد. ومدير الفني بتاعه تكلم كهربا في التليفون. هو نادي هاتاي التركي. جيمان دوب مصر. وابتدى يتكلم مع عدارة الاهلي. وابتدى العرض كان في الأول 300 ألف دولار. وصل لـ 500. لالي كان عايز سمنه 100 ألف دولار في الأعارة. ولكن العرض توقف عند من 400 لـ 500 ألف دولار. ممكن الرقم 3 زاد 50 ألف. بسأنا بكلامك الرقم اللي كانوا متوافقين عليه. يعني بتتكلم في الأعارة من 400 لـ 500 ألف دولار. طيب الجزء الثاني اللي عمل المشكلة الكبيرة. باند البيع. باند البيع. النهاردة الأهلي مكانش عايز يطلع قرابة باند البيع. أنا هعيره ست شهور برقم الفلان. مفيش باند البيع. جهربا نفسه مكانش عايز يجوب باند البيع. مين اللي كان رفض القصة دي؟ نادي هاتاي التركي. مفيش نادي في أوروبا يا كريم. ياخد لعيب يجهزه لك ست شهور ويدورك على طبق من دهب. يقولك لأ لازم احط باند البيع. أو باند عدد ببيع. ويكون ليه أولوية في الشراء. الأهلي عمل ايه؟ يعني وازن الموضوع. أنا وحط رقمه كبير. النهاردة عشان تشتري كهربا ثلاثة مليون دولار. أو ثلاثة مليون يورو. أكيد رقم كبير جدا. مش قليل في العيب أساساً ما كانش بيشارك. والأهلي جايبه ببناش. الأهلي واخد كهربا ببناش. فبالتالي ثلاثة مليون يورو كان رقم أو ثلاثة مليون دولار. كان رقم منطقي. ولا يشافه طبيعي. ده كان الاتفاق الأخير. المفروض أن الأهود كانت بتترجع في الإدارة القانونية في الأيام اللي فاتت. ومفروض أن الكهربا ثبتة أو حد بالكتير. هيسافر تركيا ويرطحك بناديج جديد. دي آخر المعلومات اللي كانت وردة من إدارة الأهلي. فيه كلام بقى إن الصفقة موقف ما تمش. وإن بعد طبعا الزخم اللي حصل من الجمهور. أكيد طبعا شفت اليومين اللي فاتوا. طبعا. يعني عايز أقولك أنا اندهشت. حب في كهربا وده على فكرة كان حصل مع صالح جمعة. لو تفتكر كنا نقول كتير سيبك من كهربا لأن الوضع مختلف. كهربا وصالح جمعة الوضع مختلف. إحنا قلنا ساعة صالح جمعة بنقول يا جماعة صالح مش ملتزم. هو فعلا ما كانش ملتزم. فوقت كتير. الجمهور كان بيهاجمنا أو ما كانش بيعجبوا الكلام. ولكن تثبت في الآخر من ده اللي كان الواقع. كهربا لا ملتزم. أنا أكيد لك من كهربا ملتزم. مشكلة الكهربا الوحيدة مسلمين. هل الكهربا ملتزم منذ اندمامون النادي الاهلي ؟ لا مش منذ اندمامون الاهلي طبعا لا. هو منتزم في الفتر الأخيرة. منذ اندمامون الأخيرة؟ لا طبعا منذ اندمامون الاهلي ازاي؟ ده تعامل عليه عدد غرامات تاريخي. يعني الكهربا طبعا من أكثر اللعيبة اللي اتغرامت في تاريخ الكرة المصرية. لا طبعا. مش ما قول مجيل أهلي. بس أنا بكلمك بالفتر اللقيق. لو عنا نتكلم على ست شهور الأخار لا كهرباء ملتزم يعني أصد سبب رحيله دلوقتي أو سبب رحيله دلوقتي مش عدم الانتزام صح سبب رحيله دلوقتي وبشكل قاطع ولا أنه هو بيسرب أغبار الفرقة ولا الكلام بخالص هو الموضوع كله فني بحت هو كان شايف مسماني شايف أن الكهرباء مش بيدافع جيد وهو عايز طول الوقت الطرف في خطته اللي هي 4-3-3 ديت أو 3-4-3 أي أن كان بلعبها إزاي بتبقى محتاجة الطرف يكون ليه مهام لفترة الأقضاء كهرباء مع النادي الأهلي حتى رحيله على سبيل الأرض شايف قدم فيها ما يشفع لي حب الجماهير ومسندتهم لي لا طبعا هو معديمش بس أنا برضه في نفس الوقت مش عزيز أظلمه في أرقامه أرقامه كويسة لما تيجي بص على أرقامه في المباريات مش حضرة دلوقتي معايا بس أنا بقولك أرقامه كويسة جدا على مستوى الأهداف أو على مستوى الأسستات لا أرقامه كويسة جدا بالمقارنة بعدد كبير جدا من اللعيبة ولكن هو حظه يحش مدرب ما بيحبوهش مدرب باني خطته مش عليه ديف كمان إنه ضايع وقت ضايع وقت طبعا معاك جدا ضايع وقت كتير فلا طبعا فيه الظروف بصراحة والملبسات ما ساعدتش الكهرباء ولكن أنا شايف إن دي خطوة أو زي ما بيقولوا يعني بحركة أمل لي إنه هو ممكن يرجع كهرباء تاني لو هو عايز كبير مش مطلب بطولة فبالتالي أنت هتروح المفروض تتعلق بس والدوري التركي يعني مش دوري يعني صعب يعني دوري عادي إيه موضوع أشرف بن شارئ أشرف بن شارئ أشرف بن شارئ لا يبقى جنبي وكما كان أشرف بن شارئ والأهل والزمالك تفاهم طبعا طبعا أشرف بن شارئ لا يسعى إلا وراء المد لا يسعى إلا وراء المد ده كلام يعني ما فهوش كلام قولا وحدا ده راجل زمالكاوي لا بيحب الزمالك لا بيحب الزمالك دي قصة تانية بس مش حاسم زمالكاوي فش لعيب أجنبي زمالكاوي لا يعني الراجل نفسه بيطلع في كل مكان أو حتى وكيله بيتكلم أنه هو لا يعني مش هو مكيله هو اسماته أنت؟ أشرف بن شارئ لا بس يعني لا يعني في الحاجات اللي هي بتاع التويتر وعلى الإنستجرام حب للزمالك وبعشاء الزمالك طبعا أقول لك مفاجأ وده كلام على مسؤوليتي وكلام ما حدش عرفه خالص أشرف بن شارئ بعت انذار رسمي للزمالك امبارح بيهدده في فسخ التعاقد فسخ التعاقد كمان بقى مش يسونا للأخير الشهور بسبب عدم صرف المستحاقات والأو الموصل أقول لك تاني أشرف بن شارئ بعت انذار رسمي لنادي الزمالك أنا بخالي لك بس أنا بردع بقول لك ده الخبر ده ليه ردر على قصة موازمة كاوي مش حاسمها كده يا كريم بعت أهو بقول لك الخبر تاني وبأكده لك أهو على ما سألت أنا أشرف بن شارئ ويطلع أي حد يكذبه أشرف بن شارئ أرسل خطاب رسمي للنادي الزمالك بينزله بفسخ التعاقد بسبب عدم حصوله على مستحاقاته من الأول الموصل طب لو فسخ التعاقد في يناير خلاص فسخ التعاقد فالعيف إلعاب حر يعتقل من يناير اللي إيه نادي لو الفيفا فسخ له عقده بس طبعا ده صعب بياخد إجراءات يعني موضوع مش من يوم ولا يعني يعني اللعيب بيفسخ عقده بس اللعيب اللي لو ثبت إن هو قعد فترة أعتقد ست شهور أو أقلي كمان ما خدش بستحاقاته وعلى فكرة هو ده الوضع هو ولا خد مؤدم عقد ولا خد أي فلوس ولا هو ولا أي لعيف الزمالك خده مؤدمات العود ولا أي مرتب من الأول السنة ولا مقفة الدورة الموسمة اللي خايت الزمالك عنده أزمة مادية طبعا كل الدنيا عارفة بس أنا بقى أخليمك على عشرب طب ماشي نفس الوضع على طريق حامد طريق حامد ليه ما رحش شتاكل زمالك ليه؟ لأنه زمالكاوي بجد بجد أيوه طريقة زمالكاوي بس هتقول لي عشرب بن شرقي زمالكاوي لا بش حاسمها كده هو أليو ديانج ده سيكون علي معلول خطه على جنب شوية أليو ديانج ده لو ما خدش فلوسه بكرة من الأهلي خمسة شكور هعمل إيه هيمشي وعلى فكرة حصلت مرة ساعة الكورونا لو تفتكر وقال ليو ديانج في جزء مرتبه تشان عمل إيه أنظر الأهلي من أنظروه شاسمي بس اتكلم مع الناس أنه يبتدي أو تكلم مع وكيله أنه عايز يقدم شكو أنه عايز يمشي أليو ديانج نفس الكلام على بدر بنون نفس الكلام على بيرسيتاو بيرسيتاو ده لو ما خدش فلوسه 3-4 شهر هامل إيه ميكي سوني نفس الكلام علي معلول ده قصة تاني علي معلول الرجل خلاص خلاص هو بيختم حياته وفي نفس الوقت هو بالله قديه في الأهلي وفي نفس الوقت هو عارف أن مستقبله في الأهلي هو حاطت في المياه ويباعي يقوط في مصر يتولى منصب إداري يتولى منصب فني هو عارف أن هو بصص لقدام فعشان كده بقولك علي معلول حالة تسنائي كسة الأهلي مع أشرب بن شرقي كسة الأهلي أشرب بن شرقي زي مرتبط الفلوس بالأهلي مشكلته أوقف الفلوس مشكلته أشرب بن شرقي نهار ده يأخد مليون 200 إلى 300 هي بعيد أجيه أخد مليون 80 إلى 800 إلى 200 chopped馬adin عمره حتى ما يديله زي العلي معلول هاضي منصب يفكر أن أشرب بن شرقي أخد من 200 إلى 300 لو يفكر أنه ما يدهله فبالتالي مستحيل الآن الإحتمل التي يفكرنا فيه مستحيل أن الأهلي يأخذ أن الإفستاني وبالتالي هل النهار ده أشرف بن شرقي القديم لا 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 يبعيزه طبعا. واي حد يقول لك كده يعني لو ادارت الاهل النهاردة اي مسؤول في الاهل ايه لك عايزين اشرف بن شاري يعني قل له لا الكلام مش مصبوط. انت عايز اشرف بن شاري. واشرف بن شاري لو رعيب فريد هتجده. اي نادي هيبقى عايز اشرف بن شاري. الله ينعر عليك. اي نادي. بس خلاص احنا احنا اقصنا المرحلة اللي هو الايه قول الفصل في موضوع. اي نادي هيعوض اشرف بن شاري. ولكن موضوع مدي. وخلي بالك مش مدي ان الاهل معوش فلوس. لا الاهل مع فلوس. وعلى فكرة لو الاهل معوش فلوس. معوش هو فلوس. هيمايل على ياسين منصور رئيس شركة الكرة. استاذ ياسين منصور. هيدفع الفلوس. زي ما دفع الجزء الفعالي معلوم. مثلا يعني. ولكن هو الموضوع مش كده. انا النهاردة جدي العيب مثلا مليون 800. عمل ازمة في الفرقة. اعملت ازمة الفرقة. وانا كمان النهاردة الاهلي. وده زي ما بيقولوا طريقة الاهلي. انا النهاردة بقعد اعمل ايه. ممكن مريد سليمان ما بقاش بيلعب خالص دلوقتي. ولكن هو اعلى اعلى راتب في الفرقة. طبعا دي معلومة انت اكيد عارفها. يعني اعلى راتب في الفرقة دلوقتي وليد سليمان. اعلى راتب في اللعبة المحليين. اعلى راتب في اللعبة المصرية. ليه. الاهلي يقولك انت تديتني ايه. او عملتلي ايه في طول حياتك. فبالتالي ايه ممكن ايجا خرامك في الوقت. صحيح. ده اسلوم ما بيحصلش اللي في الاعلي. فبالتالي انا مشاكيب لعيب من بره. حتى لو امكانيوت كبيرة جدا. وياخد مرتب اعلى من اللعيب المتواتل. بدليل برسي تاو. حد يقلل من الامكانات برسي تاو. برسي تاو بياخد اعلم على المعلومة. انت فهيمن اصد ايه. هو القصة في ايه. انت النهاردة مش حجم اللعيب اللي انت جايبه. طبعا برسي تاو معليش يعني. المفروك والتي اعلى من 10 بن شرقي. صحيح. فهو عمره ما هيدي 10 بن شرقي. رقم اكتر من برسي تاو مثلا. مفهوم. محمد عليا شرفتي ونورتيني كالعادة دايما باستمتع. حبيب يا كريم وانا اتشرفت بيك. كانت حلقة حلوة كده بالقلب. كالعادة والله. حبيب يا محمد. شكرا جزيلا. دي كان نهاية حلقتنا النهاردة من رقم 10. رب تكونوا استمتعتوا معنا. اشوفكم يا رب. عليكم.